أطفال هنن أمانة بأعناقنا الأطفال هنن بنات المستقبل حقيقة وأطفالنا للأسف عانوا من الأمرين الحرب والزلزال للأسف الحياة كانت آسية عليهم وخاصة الأطفال المصابين بالسرطان حبينا ضمن هالحلقة كمان نسلط الضوء على الأطفال المصابين بالسرطان بالمناطق المنكوبة وحبينا نسلط الضوء كمان على دور جمعية بسمة خلال هالكارسة تفاصيل أكتر حتكون مع السيدة سهير بولاد رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة أهلا وسهلا فيك آلو مدام أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم أهلا بصد الخير يعطيكم العافية الله يعافيك يا رب حقيقة بداية خبريني عن دور جمعية بسمة بظل هالفاجع اللي صابتنا جمعية بسمة بس عاطيكم شوي فكرة عنها نحن جمعية أهلية تأسست بال2006 لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وأهاليهم نحن ناخد كل طفل سوري مصاب بالسرطان أو طبعا مقيم بسوريا من عمر يوم لعمر 18 سنة بظل هاي الكارثة اللي صارت الحقيقة على بلدنا نحن نادينا لكل في مين أطبة أو لكمين يعرف الطفل مصاب بالسرطان بالمحافظات المنكوبة إنه يجي لعنا على الشام على مشفى الأطفال أو مشفى البيروني اللي فيها وحدة بسمة خصوصية ونحن نحول الطفل على المكان اللازم لعلاجه ونتكفل بالعلاج كاملا ومنأمن سكن طبعا للأهالي اللي جايين من المحافظات كمان عم نأمن المواصلات للأهالي اللي بتروح الأم والطفلة أو الأب والطفل من أمن المواصلات لمناطق إقامتهم يعني روحه ورجعه تمام طيب دكتورة خبريني أكتر عن المبادرة اللي قمتوا فيها هاي هي المبادرة يعني نحن مبادرتنا كانت إنه نحن نجيبه أي طفل وصار جاينا كزا طفل حبار مشفى الأطفال من حلب هلأ مشفى حلب هي عم تخدم بس بطاقة أقل فنحن حكينا مع مشفى حلب مع مدير الأورام ومع الطبيبة الموجودة هونيك إنه أي حال هن بدون يبعثوننا ياها بتجي فورا لعنا ونحن نتكفل بكل شي تمام ستسهر الأطفال المصابين بالسرطان هنا حقيقة بحاجة لدعم ورعاية فائقة هل اليوم أنتوا قادرين أنه توصلوا للأطفال المصابين بالسرطان بالمناطق المنكوبة؟ هلأ بالحقيقة هو الطفل المصاب بالسرطان مثل ما بتعطي بده مكان كده مال ياخد هالجرعة تماما المكان هو موجود عنا هون بالشام هو بمشفى الأطفال أو بمشفى البيرون فهي يعني نحن بيجوا لعنا الأطفال يعني حقيقة بدهم هن يكونوا متواصلين مع حضرتكم ما في مجال محل التوسط على المحافظات الأخرى هلأ بالحقيقة يعني هلأ مشفى حلب طلبنا منهم يقولوا أنهن شو لازمون عم نحاول ندرس كيف ممكن نساعدهم بهذا الوقت تماما استاذي شكرا كتير لإليك ولكل جهودكم اللي متقدمون لنا ياها شكرا لكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا